تبدل الولايات المتحدة جهوداً حثيثة لدفع مجلس الأمن الدولي إلى تمديد حضر التجارة الإيرانية في الأسلحة التقليدية والذي من المقرر أن ترفعه الأمم المتحدة في تشرين الأول أكتوبر المقبل وفقاً للقرار إثنان إثنان ثلاثة واحد المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس أعادت مجدداً التأكيد على عدم سماح بلادها لإيران بحيازة أسلحة نووية وقالت في تغريدة على تويتر أن الوضع الحالي لطهران غير مقبول بالنسبة لواشنطن فيما يتعلق بالإرهاب والعنف وأنهم لن يسمحوا لإيران بالوصول إلى الأسلحة النووية أورتاغوس لافتت لمرور عامين على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وقالت أن أمريكا ستستخدم جميع الوسائل الدبلوماسية المتاحة لضمان تمديد حضر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران وقبل أورتاغوس اعتبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في وقت سابق أن انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي جنب العالم مخاطر إيران وجعل أمريكا والشرق الأوسط أكثر أمنا في المقابل أعرب وزير خارجية النظام الإيراني محمد جوادريف في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتريش عن قلقه من الموقف الأمريكي إزاء القرار 2231 المتعلق بتمديد حضر الأسلحة على بلاده ضريف أعرب في رسالته عن استعداد طهران للتفاوض من أجل تنفيذ الاتفاق النووي على كافة المستويات متهما للولايات المتحدة بانتهاك القرار الأممي المذكور